أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة كما عند أبي داود وعند غيره عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد إذن نستفيد من ذلك أنك تبحث عن شيء مستمر العطاء لمن أردت أن تتصدق عنه أو أن تتصدق عن نفسك وهذا ما يسمى بالصدق الجاريح فسقي الماء فيها أجر كبير وأما في هذا الزمان فالوصول إلى بئر حقيقي ومن خلاله تحصل الصدق الجاري المستمرة فلي معه قصة وقصص ولا حول ولا قوة إلا بالله وكلما وجدت تعبا في تحصيل ما أريد أتذكر أن هذا الأجر الكبير لا يحصل بالسهولة فعندما تبحث وتناقش من يجعلون الإعلانات كنا نصل إلى حلقة مفرغة عندما نصل إلى مرحلة التثبت كيف أضمن أن هذا المال الذي أعطيتك إياه وأنشأت لي بئرا في إفريقيا هو عن أمي وأبي أو عن أبي وأمي ولا يشاركنا في ذلك أحد من الناس كيف؟ قالوا كيف؟ أقول هذه اللوحة تستطيعون أن تجعلونها لمائة شخص كلما أراد شخص أن ينشئ بئرا جعلتم له هذه اللوحة فكانت الإجابات متنوعة ومتعددة ومنهم من أعطاني جوابا مقنعا شيئا ما الجواب المقنع كان كالآدي أولا أن التصوير بالصوت والكلام يكون قبل إنشاء المشروع وأيضا بعد إنشاء المشروع اثنين أنه يرسل لك الإحدافيات لهذا المكان الذي يتم فيه إنشاء هذا المشروع لا أتكلم عن المشاريع المضخة اليدوية وأبو ميد دينار ومئة وعشرين دينار ومئة وخمسين أنا أتكلم عن مشروع يكفي كثيرا من الناس ويحصل وتحصل الأجر الكبير به وهو ما يسمى بالبئر الارتوازي العميق مع ملحقاته وبالتالي هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أنك تشهد أهل تلك المنطقة ممن كان إمام مسجد ولذا لابد أن تطلب أن يكون بجانب مسجد فيه صلاة جمعة لكي يتولاه الناس ويتولاه المصلون وتشهدهم على هذا البئر فمثل هذه الأمور الثلاثة هي التي شرحت صدري وبعد ذلك بإمكانك أن تسافر أو أن تجعل من ينوب ووجدت أيضا آخرين يقولون نحن نعمل عمل آخر وهو أن نتثبت لك من عمل الذين أخرجوا لك الصدقات هذه الخطوة الرابعة أيضا شيء ممتاز فإخواني في الله عظم أجر سقي الماء لكن أن تكون في مكان نافع ينفع الناس كما سبق أن ذكرنا سابقا أن بعض الناس يريد أن يأتي بثلاجة إلى مسجد وسقي ماء وهناك أربع خمس ثلاجات كالذي يريد أن يجعل مصحف في مسجد وهذا في أجر عظيم ومصحفا ورثا لكنه يجعل في مسجد مليء بالمصاحف هذا والله الموفق وصلى الله وبرك على محمد وعلى آله وصحابه وسلم ترجمة نانسي قنقر